اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منظمة انقاذ الطفولة وهي منظمة غير حكومية بريطانية تعنى بالدفاع عن حقوق الاطفال في العالم كله قبل ايام كتبت تقرير عن اطفال البصرة بالذات يعني بعثت مبعوثين منها ارسلت مبعوثين منها الى البصرة عاشوا في البصرة وشاهدوا ودققوا والتقوا وتابعوه وكتبوا تقرير هذا التقرير قدمت المنظمة وهي منظمة انقاذ الطفولة الدولية قدمت للعالم ونشره تحدث عن مستقبل اطفال البصرة عنوان الرئيسي صادم جدا يقول مستقبلا مظلما ينتظر او امام اطفال البصرة الاطفال في البصرة مستقبل مظلم امام اطفال في البصرة وتحدثت لماذا هذا المستقبل المظلم والحاضر المظلم امام اطفال البصرة لأنهم يعيشون هؤلاء كلهم عائلهم لكن الاطفال الاكثر عرضة لانهم ما اكثر بشرة تعرضون يعني ساهم غضة قدراتهم يعني بسيطة لا تستطيع ان تقاوم الظروف فهم يعيشون في بيئة متهالكة في مدينة يعني تشهد تغيرات مناخية رهيبة جدا وتسجل في الصيف المدينة اعلى درجات الحرارة في العالم هواءها ملوث جدا جدا بسبب الغازات المنبعثة من عبار النفط مناخها مناخ يعني عواصف رملية وعاصف ترابية ومع الغبار ومع الجفاف الذي يعني ضرب المدينة تحولت الاراضي المحيطة بها وكل اراضيها الى اراضي جرداء قاحلة رملية ايهبة رياح تعمل عواصف ترابية ورملية لذلك امراض كثيرة تصيب اهل البصرة وبالذات الاطفال صدورهم امراض رئوية امراض سرطانية اضافة لتلوث الجو امريكا في عام 1991 وفي عام 2003 قسط على البصرة بشدة مثل ما قسط على مناطق اخرى كثيرة في العراق لكن في البصرة استخدمت في فلوجة وفي مناطق كثيرة استخدمت حتى الفسفور الابيض واليورانيوم والمنظب وهذا كل اختلط مع الارض ومع التربة ومع الهواء ومع النبات وانتقل الى اجسام الناس واكثر مدينة فيها سرطانات يعني سنويا يصاب عشرة الاف من اهل البصرة بالسرطان مع الاسف الشديد في ظل سياسات مهتبسة صراعات عشائرية ميليشياوية سيطرة ميليشياوية مستمر التنافس على ما يسمونها الكعكة التنافس فيما بينها على الثروات لان هذه البصرة هي ام الثروات هي تصدر اكثر من 90% باعتراب الحكومة اكثر من 95% من النفط العراقي يخرج من البصرة وبها مناء البصرة وفيها ارصفة كاملة لهذه الميليشياوية باسم هذه الميليشياوية لا يدخلها احد ولا يحرف احد ماذا تصدر وماذا تستورد عن هذه الارصفة بهذه الارصفة لا حد يدخلها وتفرض الاتاوات مثل ما تريد وتأخذ تحصيلات مثل ما تريد وتصدر ما تريد وتستورد ما تريد فهذا وضع الحال في البصرة اللي جعل مثل ما يقول التقرير انه اكثر من 130 الف اسرة نزحت من البصرة بسبب الجفاف بسبب الاهوار يبسط المناطق يبسط الارحظة بغداد يعني على اساس فيها سوق وبها فرصة للعمل فيها اكثر بشار لذلك صرت بغداد مدينة بغداد التي صممت لتتسع لي من 2.5 مليون ثلاثة مليون مواطن الآن فيها اكثر من 12 مليون مواطن معلسف الشديد بلابونا تحتية وخراب المهم فينزحون الى بغداد تواجهوا معواصف رملية طبعا ارتفاع منسوب مياه البحر المالحة ايضا موجات الحرب والجفاف اكثر من 10 بالمية من اطفال البصرة يعملون في الشوارع هكذا التحدث لكن النسبة اكثر طبعا النسبة اذا تحدثنا عن 30 بالمية من اطفال البصرة يعملون في الشوارع سأقول صحيح ربما اكثر تسربوا من المدارس لكي يعملوا ويعيلوا اهلهم ويعملون في الاترافكلايتات ومعرف منه والشوارع ويبيعون وذول عرضة لكل شيء لان نتعرض لكل شيء خاصة المدينة محكومة من الميليشيات من العصابات الخراب لا قانون فبالتالي ممكن نتعرض لكل شيء بلا رعاية بلا تعليم بلا اهتمام يتعرضوا لكل شيء وقسم من عدهم يساقون لكي يعملوا في العصابات وغيرها قسم تسرق من عدهم يعني متاجرة بأعضاءهم البشرية تسرق منهم أعضاءهم البشرية كثير منهم كثير منهم على الاسف الشديد فهذا المستقبل الذي ينتظهم وتحدثوا عن الأطفال لكن عموم أهل البصرة يواجهون وعموم العراقي يواجهون حالة شبيهة بهذه الحالة وصندوق الأكاذيب للحكومة هذه هي حكومة السودانية الحكومات التي سبقتها جاهز يطلع أكاذيب ويوزع أكاذيب ووزع مشاريع ووزع حكاوي يسوي لبطولة الخليج ويسورون العالم السور حتى لا يشوفون البيوت المهدمة بالبصرة والضيمة هذه هي البصرة هذا حقيقة البصرة وهذا حقيقة أطفال البصرة أطفال صغار اضطروا إلى أن يعملوا في أعمال لا تتناسب لا ما على أعمارهم ولا قدراتهم ولا ولا وظيفتهم أساسا هم يجب أن يعيشوا طفولتهم يتعلموا لكي يخدموا أنفسهم وعوائلهم ووطنهم لكن هذه الفرص تنتهي هذا الوضع الموجود وهذه هي الحياة الصورة من الحياة التي تلخصها البصرة والتي هي صورة يمكن أن تنطبق على كل مدن العراق حقيقة فقر وظيم وقهر وامراض الغالبية من أهل البصرة هم من الفقراء الميليشيات هي المسيطرة وهي الغنية وهي التأخذ وتعطي وتكسب الملايين ملايين الدولارات والناس في أسوأ حال المستشفيات في أسوأ حال وهذه المدينة التي تحمل التي يعني تعطي للعراق كل الأموال التي هذه الحكومة تأخذ من هذه المدينة كل الأموال التي في جيوبها وهذا البذخ وهذه العيشة الرفاهية التي تعيشها العصابات والميليشيات والعملية السياسية وبرلمانها وحكوماتها كلها من البصرة لكن البصرة تتعيش في أسوأ حالاتها منذ عشرين سنة لحد الآن الكهرباء تتقطع الحياة ميهم من أوسخ ما يمكن مي ملوث أراضي مدمرة حياة البيئة مدمرة ملوثة كلها شعاعات وغير شعاعات وامرات سرطانية ولا أحد يعالج ولا أحد يفتب وهذه الأطفال ومدارسهم من أسوأ المدارس وهذا التقرير يدلل على صورة واحدة من صور ملايين الصور التي يعيشها العراق ملايين الصور البائسة والرفة التي يعيشها العراق منذ عام 2003 لحد الآن وهذا هو نتاج الاحتلال الأمريكي للعراق الذي قالوا أنهم جاءوا من أجل الديمقراطية والحرية والازدهار هذا الازدهار هؤلاء الذين يحكمون العراق الذين قالوا جئنا من أجل المظلومية وإنقاذ العراق ورفاهيته وازدهاره هذا بعد عشرين سنة هذه تجربتهم البائسة التي أقل ما يقال عنها أنها كارثية وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة